بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة ان شاء الله نتكلم عن خاصية بسيطة جدا عشان نبقى بإذن الله كلمنا عن كل ما يخص التكست وهي التكست اوفر فلو من اسمها كده يا شباب كان عندنا خاصية اسمها اوفر فلو جربناها مع بعض وهو الجزء اللي برا المحتوى وكنا بنشوف بنتعامل معه ازاي نفس القصة هنا عندنا حاجة اسمها تكست اوفر فلو دي تخص التكست بس خلينا على سبيل المسال نكتب سطر زي اللي انتو شايفينه ده كده ونبدأ نخلي المحتوى بتاعنا اصغر منه يعني نقوله مسلا انه الويتس هيكون متين بيكسل او مية او اي حاجة مفيش مشكلة خالص دلوقتي زي ما انت شايف العرض بتاع العنصر بقى متين بيكسل فالكلام الزيادة نزل تحت عندنا خاصية الويت سبيس اللي تعملنا معاها يا شباب اللي هو ازاي بيتعامل او بيهندل اللي سبيس هقوله وايت سبيس نو راب عشان ما يعملش راب للوايت سبيس او ما يعملش راب للبعد الوايت سبيس وينزل تحت فانا قلت له وايت سبيس نو راب فالتكست بتاعي طلع برا ودي تجربة جربناها وما فيش فيها اي مشكلة خالص طيب عزيم عايزة اقوله دلوقتي انه اي حاجة برا العنصر بتاعي انا عايزة تختفي بنعمل الحركة دي ازاي يا شباب عن طريق الاوفرفلو هيدن الاوفرفلو هيدن احنا كده خلصناه والحمد الله كله تمام وطلعنا التكست بتاعنا برا طيب الشخص اللي بيتفرج على الموقع او الشخص اللي هو بيبص على التكست دلوقتي ازاي يعرف ان فيه حاجة برا العنصر يعني انا هعرفه منين حاجة ازا كده عن طريق خاصية التكست اوفرفلو تكست اوفرفلو بنختار حاجة اسمها الاليبسس الاليبسس او القطع بيجي بيحط لك تلات نقاط عشان يوريك انه النص ده مقطوعة زي ما انت شايف كده انه جيه عندي حتة معينة وتقطع وهتلاحز انه الحتة دي عند يعني تقريبا قريبا من عشان يوريك ان النص ماشي على قد المحتوى بتاعه وفي حتة مقطوعة حطيت لك بدلها تلات نقاط طبعا هتلاحز لو شلت الخاصية دي بص الكلام بيوصل لحد الاخر ازاي? ده دليل ان هو بيكمل وملوش علاقة خالص بالتصميع وملوش علاقة بالجزء اللي هو على اليمين ده هنا بالشكل ده ملوش علاقة. هنا بيحط المحتوى المناسب للكونتنت وبعد كده يقول لك انه في جزء مقطوع اللي هو طبعا عن طريق الاليبسس. التكست اوفر في لو بسيطة جدا ما فيهاش اي دوشة واغلب استخداماتها زي ما اتفقنا هيكون في ناس حطين لك بوكس معين بتكتب فيه مقال او اي حاجة ومش هينفع ان انت تكتب كلام كتير قوي. فبيسيبك تكتب عادي والجزء الزيادة بيتقطع بالشكل ده. طيب نعمل حركة كده بسيطة جدا ممكن على سبيل المسال ندي للشخص امكانية انه يشوف الكلام المقطوع ده. نعمل القصة دي زي. هنتعلم ان شاء الله في السي اس اس. عندنا حاجة اسمها هوفر. لما تيجي تعمل هوفر على عنصر هنعمل اكشن معين. الاكشن دي ان انا هقول له ان هيكون فيزبل. الوفرفلو اللي انت عامله ده هيكون فيزبل عشان اخلي الشخص يشوف التكست بشكل ده. طبعا للتجربة فقط لايسة الا مش محتاج اقول لك. في حاجة اعظم من دي ممكن تعملها بدلا ما انت تقول له هوفر وتخلي الكلام يطلع بره النص ويبقى شكل وحش ان انت تستخدم بتاعت الزريفة ان انا اقول له الكلام كله بتاعنا اللي هو ده. بالشكل ده. ونيجي هنا انا دلوقتي شوفت النص مقطوع هاروح بس على الديف اقف شوية كده. هي روح جايب لي في التايتل ويلكم تو الزيرو ويب سكول هلو. فبقدر اشوف كل حاجة عشان انا بعارف انه التايتل ده طبعا كامل ولسه فيه كلام مقطوع. وممكن تعمل الكلام ده بتول تي بشكلها ازرف. وممكن تعمل حاجات كتير جدا وممكن تمدد البوكس نفسه ده. ويعني زي ما انت عايز. النهار ده بس حكينا عن التكست اوفر فيلو. وطبعا زي ما تقول لكم خاصية بسيطة جدا. يا رب يا جماعة درس يكون بسيط وسهل واعجابكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.